بدأت الفرق الفنية التابعة للجهة المنفذة أعمالها في رش مادة الامسي أمام نقطة العلم في المدخل الشرقي للعاصمة عدن ضمن مشروع سفلتة خط العلم دوفس أبيان وقال مدير المشروع المهندس محمد مفرق أن العمل بمراحل المشروع يستمر بشكل متواصل خلال هذه الفترة ومنها عملية السفلة للجزء المعد من الطريق الذي أنجزت فيه مراحل عدة على أن يتم في القريب العاجل إنجاز ما تبقى من الأعمال وتأتي هذه الأعمال في ظل جهود كبيرة تبدل إنهاء معاناة المواطنين والمسافرين ومركباتهم المستفيدين من الخط الحيوي الهام الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الشرقية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان